ترجمة نانسي قنقر التي تقام على ملاعب نادي الضباط الأمن العام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي للأمن العام ويشهد اليوم الرابع من البطولة إقامة سبع مواجهات ضمن دورة الستة عشر لمسابقة الفردي متلعب ببلد عربي تحس حالك ببلدك فهي لا يوجد شيء يتغير فهي زي أدبان تكون لأيلي كعربي صراحة لعب في الكويت حسد حالي ببلد نفس الشيء فهي تكون زي أدبان تجلي لأيلي لأي ما ألعب أي مكان عربي فلما تجيني الفرصة أن ألعب بطلات في الدول العربية يعتبر هذا فضل كبير الصراحة وساعدني أقدمه السواء أحسن دائما عندنا لعبين جدا كبار موجودين في البطولة لعبين سبق أنهم كانوا من ضمن العشرين الأوائل على العالم موجودين هنا اليوم عندنا في النادي ولعبين أيضا متفوقين على توب 10 من لعبين العالم فهي صراحة مو بسهل أنك تتيب وتجذب اهتمام هاي اللاعبين إنهم يشاركون في البحرين فهي دليل إن شكثر البطولة مهمة لهم كلاعبين وشكثر البطولة كبيرة أجواء جدا جدا ممتعة حق اللاعبين حقنا إحنا صراحة يعني عايشين الأجواء كلها في النادي كما افتتح العقيد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بمعية السيدة زوزانا كونراد ممثلة رابطة المحترفين للتنس معرض إكسبو المصاحب للفعالية بالنادي والذي تم تجينه تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني حيث شهد المعرض فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية بغرض تعريف اللاعبين والوفود المشاركة في البطولة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة